والتطبيق يا اساطير بعت لنا 2041 جواهر مجانا بعد انتظار 10 دقائق السلام عليكم يا اساطير فريفير ورجعنا لكم بفيديو جديد والنهاردة يا اساطير هنشحن جواهر مجانا وما تنساش يا اسطورة لو انت بتشاهدني الاول مرة تنزل تشترك في القناة تفعل زر الجرس وتحط لايك على الفيديو وبعد غياب شهر رجعنا وهننزل فيديوهات اكتر يا اساطير وفي مسابقة بمناسبة وصلنا 8000 مشترك والمسابقة دي اساطير هتكون ان انت تشاهد الفيديو كامل وبعد كده يا اساطير هتحط لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس واخر حاجة يا اساطير هتسيب الايدي بتاعك في التعليقات وهي دي الشروط يا اساطير والجائزة هتكون على 1000 جوارة هنشحن 1000 جوارة لعشرة من التعليقات يا اساطير ربط التطبيق يا اساطير هيكون في الوصف طبعا هو ده التطبيق يا اساطير اول ما تفتحها هتدوس على الجواهر يا اسطورة وبعد كده يا اسطورة هيبيقولك من فضلك ادخل بيانتك الشخصية هتوافق على الحاجات دي يا اسطورة وهتدخل الايدي بتاعك يا اسطورة مش هتدخل اسمك هتدخل الايدي عشان التطبيق يعرف يبعث لك جوارة وبعد كده يا اساطير هتدوس حفظ وبعد ما تدوس حفظ يا اسطورة هيدخلك في المكان ده والمكان ده يا اساطير هتجاوب فيه على اسئلة وبعد ما تجاوب على جميع الاسئلة التطبيق هيشحن لك جواهر طبعا ده اول سؤال ما انا جوابنا عليه اساطير وده طبعا تاني سؤال جوابنا عليه وزي ما انتو شايفين هتفضل تجاوب على الاسئلة مثلا السؤال ده هنختار الايجابة دي هياته والسؤال اللي بعده هنختار اسم الشخصية دي والسؤال اللي بعده يا اساطير هنختار مصطر ويقول لك من هذه الشخصية تقوله قالك وهنختار اسم السلاح ده يا اساطير واسم السلاح برضو ده كمان يا اساطير والسؤال رقم 11 هنختار ماكسيم طبعا يا اساطير اسئلته سهلة وبسيط واي حد يقدر يجاوب عليها والسؤال ده هنختار الايجابة دي يا اساطير والسؤال ده برضو هنختار الايجابة دي خليكم بتشاهدوا الفيديو يا اساطير عشان ما تغلطوش عشان لو غلطت يا اسطورة في اي سؤال التطبيق عمره ما يشحن لك فخليك متابع الفيديو للنهاية يا اسطورة عشان لو غلطت في اي سؤال التطبيق عمره ما يبعت لك جوال والسؤال ده هنختار الايجابة دي والسؤال يا اساطير اللي بعده هنختار الايجابة دي والسؤال اللي بعده يا اساطير هنختار الايجابة دي والسؤال اللي بعده هنختار دي بي اسم الشخصية والسؤال اللي بعده نختار موكو والسؤال اللي بعده نختار إسكار التايتان والسؤال اللي بعده نختار الإجابة دي يا سطير والسؤال اللي بعده نختار الإجابة دي والسؤال يا سطير اللي بعده نختار الإجابة دي والسؤال ده نختار دايموند اسم التقييم وهنا نختار الجوكر اسم اللي سكن وهنا اسم الاسكن ده الكريم نالي يا أساطير وفي السؤال ده نختار الإجابة دي أساطير وفي السؤال اللي بعده نختار اسم الشخصية مارو وفي السؤال اللي بعده يا أساطير نختار اسم الشخصية يوسف والسؤال اللي بعده نختار أجنحة النبيل اسم الاسكن والسؤال اللي بعده نختار الإجابة دي أساطير والسؤال اللي بعده نختار الإجابة دي والسؤال اللي بعده اسم الشخصية كلا والسؤال اللي بعده هنختار الإجابة دي أساطير والسؤال اللي بعده هنختار الإجابة دي والسؤال اللي بعده أساطير هنختار الإجابة دي وهنا هنختار الإجابة دي والسؤال ده اسم السلاح هنختار الإجابة دي واسم السلاح برضو هنختار الإجابة دي والسؤال اللي بعده أساطير هنختار اسم الشخصية والسؤال ده هنختار كلي والسؤال ده هنختار اسم السلاح والسؤال ده برضو هنختار اسم السلاح والسؤال ده يا سطير هنختار ما اسم هذا اللي سكننا نختار الساجين يا سطير واسم الرانك هنختار جولد واسم السلاح ده هنختار اللي جابه دي واسم السلاح ده برضو هنختار اللي جابه دي يا سطير واسم الشخصية هنختار لوكاس واسم هذا اللي سكننا نختار السكورة والسؤال اللي بعده يا أساطير هنختار شارع الخيال واسم الشخصية هتختار شيرو والسؤال اللي بعده يا أحلى أساطير هنختار اسم الشخصية وهنا ما اسم هذا الرانك هتختار هيرويك واسم هذا اللي سكنه هتختار الجامر واسم السلاح هتختار الإجابة دي أسطورة واسم السلاح هتختار الإجابة دي أسطورة خليكم متابعين الفيديو يا أساطير واسم الحيوان ده تختار الإجابة دي واسم السلاح ده تختار الإجابة دي أسطورة والسلاح ده برضو تختار الإجابة دي أسطورة واسم المسدس ده تختار نسل الصحراء الزهبي واسم هذا الرنكة تختار دايمونت واسم هذا الشخصية تختار الفارو واسم السلاحي أسطورة تختار روح المحارب واسم السلاح يوم بويا وكده نكون خلصنا كل الأسئلة وزي ما انتو شايفين لازم انت تكون في المرتبة رقم واحد لازم انت تكون التوب وان عشان التطبيق يبعث لك جواهر والخطوة الاخيرة يا اسطير عشان الجواهر توصلك هتروح عند التطبيق وهتكتب تعليق جميل وهتدي للتطبيق خمس نجوم مثلا انا اكتب التطبيق ده اسطير وهتسيب الاي دي بتاعك بجنب التطبيق عشان التطبيق يشوفه ويبعث لك جواهر يا اسطور والتطبيق يا اسطير بعت لنا الفين وارمعين جواهر مجانا بعد انتظار عشر داي ودي كانت نهاية الفيديو يا اسطير اشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله